الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقف ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقنفاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين بذلك إن شاء الله رب العالمين we are going to remind you about the statement of Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في رحالكم pray in your houses pray in your homes and إن شاء الله رب العالمين we'll discuss the ahadith and this khutbah we give it almost every year but إن شاء الله رب العالمين it is a good reminder but before we do so you have to understand that الله سبحانه وتعالى is so kind and الله سبحانه وتعالى cares about us and about our comfort in our religion more than anyone else more than yourself that's why الله الكريم سبحانه وتعالى says يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر الله سبحانه وتعالى intends ease for you and he does not intend difficulty and Allah سبحانه وتعالى after he told us about the wudu and the bathing and this he ended the verse by saying what ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج Allah سبحانه وتعالى does not want to put you through unnecessary difficulty and this is not to confuse that you have to uphold your duties to Allah سبحانه وتعالى because people they confuse difficulty with seriousness and strictness the religion is serious and you have to be serious about practicing your religion the religion is not hard that's why Allah سبحانه وتعالى made it easy for us if we are sincere and serious about practicing and in Musnad Ahmad and the others we read the following quotes where Rasulullah صلى الله عليه وعلى عليه وسلم said إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه يعني فرائضه Allah سبحانه وتعالى loves for us to exercise his permissions as he loves for us to do what he made obligatory on us and the other quote from Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه and Allah سبحانه وتعالى loves for us to practice to exercise his permissions as he hates for us to commit or to disobey him سبحانه وتعالى and another thing that the following hadith إمام البخاري رحمة الله عليه mentioned it first in the book of الأدب the book of manners باب من لم يواجه الناس بالعتاب subtitle the one who does not confront people with flame and the other time he mentioned it رحمة الله عليه in the book of كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة the book the subtitle holding fast to القرآن الكريم and the sunnة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم under the title باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع قال الإمام الحجر في الفتح فأما التعمق معناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه ترجمة الثلاث نعم العاش صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فرق خاص فيه The Prophet صلى الله عليه وعلى عليه وسلم performed an act where he exercised the permission of Allah سبحانه وتعالى فتنزه عنه أخوان And some people they saw themselves above that or that thing does not apply to them just applies to Rasulullah صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم And Rasulullah صلى الله عليه وسلم learned about that فخطب فحمد الله So he gave a sermon and he praised Allah الكريم سبحانه وتعالى ثم قال and he said ما بال أطوام يتنزهون عن الشيء أصنعه What's wrong with some people Some people who see themselves above the thing that I myself Rasulullah صلى الله عليه وسلم performed فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم لا أخشه I swear by Allah that I am the most among them knowledgeable of Allah الكريم سبحانه وتعالى Nobody knows about Allah الكريم more than سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأشدهم لها خشية And at the same time I am the most who fears Allah الكريم سبحانه وتعالى Then we go to صحي مسلم Another narration Because in صحي مسلم Now in the book of الصيام The book of fasting باب بيانوا أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك هو شهوته The subtitle in the book of fasting Clarifying that kissing Your wife When fasting is not unlawful For the one whose desire is not provoked By that And the hadith reach And عمر عن عمر ابن أبي سلم عن عمر ابن أبي سلم كان ولده أم سلمة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم رباه صغيراً وشب في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فكان له كالابن And this is in the authority of عمر ابن أبي سلمة عمر ابن أبي سلمة is the child the son of أم سلمة أم المؤمنين the mother of the believers رضي الله عنها the wife of our great beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم when he married here he was very little and he took him under his custody صلى الله عليه وسلم and he became as magnificent as you can imagine so عن عمر ابن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم عمر ابن أبي سلمة is telling us that he asked رسول الله صلى الله عليه وسلم and رسول الله صلى الله عليه وسلم is his stepfather and his wife is his mother is it allowed for the person who is fasting to kiss his wife فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة ask this one referring to what أم سلمة the wife of رسول الله صلى الله عليه وسلم which is the mother of عمر ابن أبي سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك so أم سلمة informed her child her son that رسول الله صلى الله عليه وسلم does that he kisses his wife while he is fasting فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله but you it's okay because الله سبحانه وتعالى has forgiven you your previous and later sins so you can afford to do it أعوذ بالله من الشيطان الرجيم this is the farthest from رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم used to stand to stand in a prayer during the night until his heels crack literally and they asked him أتصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله you are doing that while الله سبحانه وتعالى has forgiven you your previous and later since and and رسول الله صلى الله عليه وسلم with all the humbleness to الله and all the gratitude to الله سبحانه وتعالى he said what أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا don't I like to be a grateful slave when الله سبحانه وتعالى gives me I have to thank الله سبحانه وتعالى and thanking الله سبحانه وتعالى it is by actions and there is no action better than الصلاة yeah so this is things the second thing why were going to use in that I would like to mention this code yeah قال شيخ الإسلام من تيمية في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام من تيمية رحمة الله عليه السيد yeah in مجموع الفتاوى وقال أحمد بن حنبل يجوز الجمع إذا كان للشغل yeah إذا كان للشغل هذا لما جاء فيه الحديث إن شاء الله he said إمام بن حمد رحمة الله عليه he said what it is allowed to combine between the salah if there is something that is engaging you قال القاضي أبو يعلى قاضي أبو يعلى one of the most elite if he is not the most elite of the scholars of the حنبل الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة إمام أحمد is referring to what the engagement the thing that engages you he referred to it what that if you are doing them you are allowed not to attend the congregation in the masjid nor the جمعة in the masjid وقال الشيخ موفق الدين ابن قدام المقدسي and الشيخ موفق الدين ابن قدام المقدسي مبينا عن هؤلاء explaining the two statements of إمام أحمد رحمة الله عليه and إمام القاضي أبو يعلى وهو المريض ومن له قريب يخاف موته which is the sick person and a one who is attending a relative who is dying or if he doesn't attend him he is going to die ومن يدافع أحدا من الأخبثين and a person who is what has to go to the bathroom otherwise he is not going to be what able to finish the salah ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه and the one all these statements from رسول الله صلى الله عليه وسلم he is quoting the حاديث of رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن إن شاء الله we'll explain them later on إن شاء الله and he said the person who is what the food has served for him and he needs what to eat it ومن يخاف من السلطان يأخذه عند a person who is afraid of the government to take hold of him أو غريم or a person that you have a debt you owe him some debt and the best times the courts used to allow you to shadow him literally you see how the students of the medical school shadow there teaching doctors exactly وَلَا شَيْءَ مَعْهُ يُعْطِيهُ and he has nothing to pay him back وَالْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ فَوْتَ الْقَافِلَةِ and the traveler who is afraid that if he starts his salah he will be he will miss the caravan وَمَنْ يَخَافُ ضَرَرًا وَمَنْ يَخَافُ مِنْ غَلَبَةِ النُعَاسِ حَتَّى يَفُوتَهُ and he is waiting for someone to see him otherwise he is not going to be able to see him and the person who is afraid that if he does not combine he will is going to get sleepy and he is going to miss the salah miss salah in time وَمَنْ يَخَافُ مِنْ شِدَةِ الْبَرْدِ and the one who is afraid of the cold the extreme cold or the very cold وَكَذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا وَحَلٍ the same thing what traveling or walking during the night to a masjid when it is dark if there is what mud on the road فهؤلاء يُؤذَرُوا وَإِنْ تَرَكُوا الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ كَذَا حَكَاهُوا ابْنُ قُدَامَةِ في مُخْتَصَرِ الْهِدَاِيَةِ those are executed not to attend the congregation and not to attend الجمعة as imam ibn Qidama mentioned it in his book مُخْتَصَرِ الْهِدَاِيَةِ فَإِنَّهُ يُبِيحُ لَهُمُ الْجَمْعَةِ بين الصَّلَاتَيْنِ على ما قاله الإمام أحمد ابن حنبل والقاضي أبو يعلى based on what إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وسلم and الإمام أبو يعلى القاضي أبو يعلى and these are just what two names and they are not alone أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم فاستغفروا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين The first hadith we are going to read إن صحي البخاري إن the book of the adhan الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة The book of the adhan The traveler who calls the adhan if he is traveling with a group and he calls the iqamah and the same thing what he calls the adhan and the iqamah if they are in Arafa and the saying of المؤذن pray in your homes if it is what if he is calling the adhan during a cold night or rainy night and the hadith عن نافع رحمه الله قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بدنجان نافع one of the elite students of عبد الله بن عمر الخطاب he said in one cold night when ابن عمر was in a place cold دنجان he called the adhan ثم قال صلوا في رحالكم then he said what pray in your homes he does not say in the adhan come to a salah he said what pray in your homes فأخبرنا and he told us عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفار and after that he will tell him tell the مؤذن to say to say to the people pray in your homes if it is what happened to be a cold night or a rainy night while they are traveling يقول ابن حجر وقوله أول التنويع إلى للشك he said when he says what it is cold day cold night or rainy night it's not there is that either this or that that means include everything and he said and the other حديث إن صحي البخاري باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله subtitle the permission during the end or أن يعله any other legitimate excuse for the person to pray in his house and this is the narration he referred to عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح لات عبد الله ابن عمر رضي الله عنه called the that in a night that was cold and windy ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال what pray in your homes ثم قال ثم قال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال and he told us what this is not my invention this is what رسول الله صلى الله عليه وسلم taught us he used to tell his مؤذن to do exactly the same thing after they called the event to say what pray in your homes باب الرخصة باب الرخصة قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ابن عباس one day when it was raining he told the مؤذن who is with him or he caused the أذان for him when you say after you finish saying أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله do not say حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم rather say pray in your homes فكأن الناس استنكروا and when the people heard that they objected to that said what that's strange if that's strange at the time of what of عبد الله ابن عباس may Allah سبحانه و تعال هل بص قال فعله من هو خيرا مني why you are finding it strange the one who is better than I did the same exact thing referring to رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجمعة عزمة جمعة is what is needs what a very strong will وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والضحض and I hated for you to come out of your homes walking in the mud and slippery roads إن صحي البخاري still in the book of الأذان باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر subtitle باب هل يمكن إمام إمام لتحضر المسجد مع الذين يأتي إلى المسجد و هل يمكن إمام عبدالله ابن الحارث قال خطابان ابن عباس عبدالله ابن الحارث قال ابن عباس في يوم ذي ردغ والردغ يا اخوة اللي هو ايش المطر الخفيف في نص من النصوص البخاري قال ردغ وفي نصق الاس رزغ ابن عباس gave us a speech when it was lightly فامر المؤذن لما بلغ حيا على الصلاة وقال حيا على الصلاة قال اقول الصلاة في الرحال and he said what say pray in your homes فنظر بعضهم الى بعض فكأنهم انكروا and the people start what looking to each other as if they were objecting to such thing فقال كأنكم انكرتم هذا and he said maybe you are objecting to such a thing ان هذا فعله من هو خيرهم مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم انها عزمة واني كرهت ان اخرجكم رفض محمد صلى الله عليه وسلم just did the same thing كمنت صلاة الجمعة and i hated for you to come out unnecessary انصح البخاري again خطبنا ابن عباس في يوم رزغ فلما بلغ المؤذن حيا على الصلاة فامر ان ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وانها عزمة basically the same exact thing another thing that i would like to share with you this quote from المحلى by امام ابن حزم he said فان كان برد شديد او مطار رش فصاعدا فيجب ان يزيد المؤذن في اذانه بعد حي على الفلاح او بعد ذلك الا صلوا في الرحال امام ابن حزم الاندلسي الظاهري صاحب المحلى وغيره إذا ما if it is very cold or it is rainy even if it's what misty drizzling or more it is obligatory on the person who is calling the اذان once he finishes حتى حي على الفلاح or after that to say what pray in your homes and he quotes the following narration that ابن عمر said ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة او المطيرة او ذات ريح يقول صلوا في الرحال and ابن عمر he quoted the حديث ابن عمر that رسول الله صلى الله عليه وسلم used to command the person who called the اذان for him during if it is a cold night if it is a rainy night or if it's windy to say what pray in your homes and i have one minute i would like to share with you these things why so it is not bad for you now to exercise the رخصة the permission of allah allah loves that and for you you want to combine or you want to stay in your home don't feel guilty if your intention is the sincere obedience of allah allah and the sincere following of rasul allah صلى الله عليه وسلم this حديث is narrated by imam abu daud and others and this is the quote of ابن ماجب عن اب المليحي قال خرجت في ليلة المطيع ابو المليح said what i went to salah while it was rainy فلما رجعت استفتحت and when i came back i knocked at the door فقال ابي من هذا and my father one of the companions of rasul allah صلى الله عليه وسلم said who is that قال ابو المليح and i said it is ابو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافلة نعالنا فنادى منادي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم he said when we were with رسول الله صلى الله عليه وسلم during the battle of the Hudeibia and in son of abu daud he said what there is some disagreement and he said what it trained us it was very light it did not even with the soles or shoes and the caller of the adhan of prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said what pray in your homes the other one uh 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 i wish that the coroner of the adhan will say and anyone who wants to stay in his house it is okay for him and that was during what about the time of the prophet صلى الله عليه وسلم in the last of his adhan what 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 yeah شكرا